يا ريت لو اللقطة عندنا يا جماعة كان لازم يتحسب انا عايز افهم الفار ازاي ما لغى الهدف ده الهدف صحيح مليون في المية لما تيجي تعيد اللقطة بتاعت الفار هتشوف ان كانوا على خط واحد شريف و مدافع المقصة وكان هدف حطه بمهارة ممتازة ممتازة تشيب كده ايوه هو ده بصوا حضراتكم يعني التصرف اقصر من رأة اه التصرف طب منك انت عندك مهاجم ممتازة بخلاف ايه اهو يريد بقى بص يعني نقف الحتة دي فين فين الاصايد يعني دي كارثة تحكمية من ضمن الكوارث اللي تعرض لها النادي الاهلي هذا الموسم تحكميا احنا كام هدف اتلغى لنا الموسم ده عندك هدف بوليا في البرامدس في الدور الاول هدف ايمن اشرف مطش البنك الاهلي هدف لمحمد شريف على ما اتذكر في مطش غازل المحلة عندك ضرب الجزاء صحيحة من يوم في المية لحمد رمضان بيكم في المباراة الانتقال بالتعادل السلبي معه ادي دجلة في الدور الاول عندك الجندة كمان ادي خمس اهداف ده ممكن كمان كنا انا ناسي جنين تلاتة كمان يعني فلولا تفوق النادي الاهلي ولولا ان هو قدرت ان هو يحرز اهداف اخرى في مورات الامس كنا كان حيبا فيه مشكلة كبيرة جدا جدا بسبب اللقطة لكن شريف ما شاء الله عليه مهاجم ممتاز ممتاز واضافة قوية للنادي الاهلي وانا عايز اشكر الكابتين حلمي طولان بصراحة لانه هو طور شريف بشكل جامد جدا في ام بي لما راح اعرى لمدة سنة وشوفنا اللعب بيتقلق وبيستمر في تقلقه واللي مهم جدا في شريف شخصيته الشخصية قوية في الملعب ما تأثرش خالص بالفترة اللي قاعد فيها عندك الراجل منه كان ماشي كويس وجيب وليا لعبه مسلماني وبعد كده مسك نفسه الراجل يعني محمد شريف كجانب فني اتمرن كويس ما تكلمش كتير ما زعلش ما تأمصش تركز انه هو لما يلعب تاني يقول لا انت كنتم مغلطانين انتوا قاعدتوني بصراحة بصراحة هو بيعمل كل حاجة في الكورة امبارح الواحد مبسط اكتر كمان لما لعب بدماغه بشكل ممتاز يعني تلتة اربع قور في موراة الامبارح في المباراة اللي فاتت كمان اعمل كورة تقريبا بدماغه كويسة ففيه تطور ملحوظه هو بيحاول اللي يطور من نفسه مش بيكتفي بس ان انا واحد هدف بلعب برجل اليمين والشمال وزاي بفل كده و ايه مش مهم دماغي لا انا عايز ابقى متكامل ابقى مهاجم متكامل بالاضافة طبعا تحركاته المميزة يعني كلام كتير جدا بخصوص محمد شريف مش بحب انا اضخم قوي في اي لعيب او حاجة لكن بنيديله حقه الرجل يستاهل بصراحة